بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها جوين واللي بتبقى موجودة في محطة واقود علشان تشتري شوية حاجات وبعد ما الموظف بيديها الحاجة اللي هي عايزاها وقبل ما يحاسبها تليفون المحطة بيرن فجأة وجوين بتتخض من الرن بتاعته وعلى ما يبدو انها كانت خايفة من حاجة معينة والموظف بيرد بشكل عادي وجوين بتتلفت وراها وبعد ما بيقفل الخط صوته بيتغير وبيقول لها تختاري الحقيقة ولا التحدي وجوين اول ما بتسمعه بيقول كده بتعيت وبتنهار وبتقول له انها تقبت ومش عاوزة تلعب اللعبة دي تاني ولكنه بيعيد نفس السؤال عليها وفجأة بتاخد ازازة بنزين من الرافق وبترش منها على ستة موجودة معهم في الماركت والستة بتترجاها علشان ما تولعش فيها ولكن بتقول ان ده غصب عنها وانها ما عندهاش خيار تاني وبتولع عود كابريتو بترميع عليها والستة بتصرخ من الالم وبتطلع لبرة وبطوع على الارض وبعدها بتنتقل الاحداث لبنت اسمها واللي بتشتغل وعندها متابعين كتير بيحبوها وصاحبتها بتدخل عليها وبتطلب منها تجهز علشان هيقضوا الاجازة سوا ولكن اوليفيا بتعتذر لها لانها عندها شغل كتير ومش هتقدر تروح معها وبتعرفها انهم المرة اللي فاتت طلعوا من غيرها ومع ذلك ما زعلتش منهم وماركي بتصمم انها لازم تيجي معهم وبتقول لها ان احتمال كبير تكون دي اخر اجازة لهم سوا وان اكيد بعد ما يتخرجوا من الجامعة هيتفرقوا وبعد شوية بتدخل عليهم صوفيا صاحبتهم واللي هتسافر معهم هي وحبيبها تايسون وبعد ما بيحاولوا معها اكتر من مرة اوليفيا بتوافق انها هتسافر معهم للمكسيك واول ما بينزلوا بالشنط بتاعتهم بيلقوا براد ولوكاس اصحابهم وعلى الرغم من ان لوكاس يبقى حبيب ماركي الا انه بيبانى عليه الاعجاب باوليفيا وكلهم بيجهزوا شنطهم وبيتحركوا للمكسيك واول ما بيوصلوا للشاطق اوليفيا بتصورهم كتير وهم فرحانين وده علشان ترفع الفيديوهات على القناة بتاعتها لحد ما بيدخل الليل وبيصهروا كلهم في حفلة واخلال الحفلة اوليفيا بتستغل وجود لوكاس لوحده علشان تتكلم معاه وبتشغل الكاميرا علشان تصور فيديو تبقى ترفعه على القناة بعدين واسناء ما هي بتصور بتتفاجئ ان ماركي صاحبتها بترقص مع واحد غريب وواخد راحتها معاه فبتقوم بسرعة علشان تلحقها قبل ما لوكاس ياخد باله وبتفهم ان ماركي شربة كتير ومش مركزة هي بتعمل ايه وماركي بتشكرها لانها انقذت علاقتها بلوكاس وبعد ما بترجحها تقعد مع لوكاس بتسيبهم وبتروح تقعد عند البار وهناك بتقابل شاب اسمه توم وبيتعرفوا على بعض ولما توم بيعرف منهم انهم في اجازة وهيرجعوا امريكا بكرة بيعرض عليها تجيب اصحابها يصهروا في مكان جديد واصحابها بيبانى عليهم التعب وبيبقوا مش عاوزين يصهروا علشان هيسافروا بدري ولكن توم بيقدر يقنحها بان دي هتبقى اجمل صهرة لها في المكسيك وعلشان قليبيا عندها قوة تأثير كبيرة على اصحابها بتعرف تقنعهم يتحركوا كلهم معها للجبل وبيدخلوا كنيسة قديمة ومهجورة من زمان وتوم بيطمنهم وبيعرفهم انه دخل المكان ده كتير قبل كده وقليبيا بتدخل تصور المكان وبتتفرج على الحاجات اللي على الحيطة وبيلفت نظرها صورة الاسيس مرمية على الارض واسناء ما هي بتجيبها بتغبط في حاجة فخار وبتحركها من مكانها فبيخرج منها ريحة وحشة جدا وهبتقدرش تستحمل الريحة فبتخرج لصحابها وبتلاقيهم بيجهزوا نفسهم علشان عاوزين يرجعوا للفندق ولكن توم بيقول بما انهم مشيوا المشوار ده كله لحد هنا بيقترح انهم يعودوا يلعبوا لعبة مسلية وبتعجبهم فكرة اللعبة بالذات لما بيعرفوا انها عبارة عن اسئلة وتحدي وان اللي هيجزب في الاجابة بتاعته او هيرفض ينفذ التحدي هو اللي هيكون خسران وبراد بيبدأ اللعبة وبيسأل اوليفيا تختار الحقيقة ولا التحدي فبتختار تقول الحقيقة وبراد بيسألها لو نزل حجوم فضائي على المكسيك دلوقتي والفضائيين خيروها بان حياة ملايين من الناس مقابل انها تنقذ اصحابها هتختار ايه? واليفيا بترد من غير تفكير وبتختار تنقذ حياة ملايين من الناس وده لانها مش بتفكر بانانية ومش علشان بتحب اصحابها يبقى هتفضلهم على ارواح الملايين وكلهم بيتصدموا من ردها لانهم كانوا فاكرينها هتفضلهم عن اي حد وبيجي الدور على تايسون وبيسأل مارك الحقيقة ولا التحدي ولما بتقوله الحقيقة بيقول لها تعملي ايه لو عرفتي ان اوليفيا بتحب لوكس حبيبك? وبتتصدم اوليفيا من السؤال وكل الموجودين بيفتكروا ان تايسون شارب ومش عارف هو بيقول ايه? واوليفيا بتقرر انها هتردله الموقف وبتسأله لو كان يقدر يقول الحقيقة ويعترف قدامهم انه بيبيع وصفات مزيفة للطلبة علشان يكسب منهم فلوس. وصوفيا لما بتلاقيهم انفعلوا في الكلام بتغير الموضوع وبتسأل توم الحقيقة ولا التحدي? وتوم بيختار الحقيقة. فبتسأله عن السبب الحقيقي اللي خلاه يختار اوليفيا من وسط البنات اللي كانت موجودة في الحفلة. والمفروض انه يقول انها كانت مميزة وانه اعجب بيها والكلام الفارغ ده. ولكن توم بيقول انه كان لازم يلاقي حد سازج يعرف يخدعه ويجيبه هنا بسهولة. وبما انه لاحز انه عندها اصحاب كتير قرر يجيبهم كلهم هنا علشان يلعبوا اللعبة دي معاها. وعلى الرغم من انه عارف انهم هيموتوا كلهم ولكنه وقعهم في اللعبة لانه ما عندوش مشكلة ان الناس تموت بداله طالما هو هيفضل عايش. وبيسابهم كلهم في زهول من اللي سمعوه وبيمشي. ووليفيا بتقوم وراها علشان تفهم منه هو ايه اللي بيحصل. ولكنه بيحذرها وبيقول انهم كده دخلوا اللعبة بجده ومش هينفع يخرجوا منها. وانها لو اخترت الحقيقة ما ينفعش تجذب. ولو اخترت التحدي لازم تكمله للاخر وإلا هتموت. ووليفيا بتبقى مستغربة من الكلام اللي بيقوله. وبتلف علشان تعتذر لاصحابها عن اللي بيحصل. ولكنها بتتفاجئ انهم مش موجودين في مكانهم. ولما بتقرب من الكراسي وبتندح عليهم بتلاقيهم وقفين وراها وشكلهم مرعب ومخيف. وبيتفوق لما لوكس بيندح عليها وبتلاقيهم لسه قاعدين في مكانهم. وان كل اللي حصل ده كان مجرد خيال. وتاني يوم الصبح واليفيا في الجامعة بتلاقي مكتوب على الديسك الحقيقة ولا التحدي. ولكنها مش بتهتم لما بتشوف اصحابها بيتحقوا وراها وبتفكر انهم بيهزروا معاها. ولما بتوصل عند البيت بتاخد البريد بتاعهم. وبتشوف راجل متشرد معدي من جنبها وبتديله فلوس. وبتدخل البيت وهي بتبص في البريد وبتتفاجئ بورقة مكتوب عليها الحقيقة ولا التحدي. فبتروح بسرعة للشباك وبتبص على صندوق البريد في الشارع. وبتلاقي الراجل المتشرد بيبص لها بشكل مريب. وبعد ما بتوصل عند قودة ماركي صاحبتها بتفتكر انها ممكن تبقى لسه زعلانة بسبب الكلام اللي قاله في المكسيك. فبتسيب لها البريد على الارض وبترجع لغضتها. وماركي العربية بتاعتها الحقيقة ولا التحدي. فبتضايق جدا لما بتلاقي اصحابها بيتحقوا وبتظن ان هما اللي عملوا كده فيها. وبتضايق اكتر لما بيقول لها ان ما فيش حاجة مكتوبة على العربية. وبترجع المكتب علشان تحكي الماركي اللي بيحصل. واول ما بتدخل بنت بتسألها الحقيقة ولا التحدي. ولما بتتفاجئ من السؤال شاب تاني بيسألها نفس السؤال. والغريب ان كل الموجودين بيتلموا عليها وبيسألوها بصوت عالي فبتختار الحقيقة. وبتقولها ان ماركي بتخدع لوكاس طول الوقت وانها مش بتحبه. وفجأة بتلاقي نفسها واقفة لوحدها وكل المكتبة سمعتها وهي بتقول كده. ولوكاس اول ما بيسمعها بيقوم وبيسأل ماركي الكلام ده حقيقي ولا لأ? ولما ماركي ما بتردش عليه بيسيبها وبيمشي. وليفيا مش بتبقى فهمة ايه اللي بيحصل. ولكنها بتمسك ماركي من ايدها وعلشان ماركي بتبقى متضايقة منها بتقول لها لو مسكت ايدها تاني هتكسرها لها. وبعدها بالليل روني صاحبهم بيكون صهران في بار. وبيعجب ببنته وبيحاول يلفت نظرها. لكنها بتتجهله. وقبل ما بتمشي بتتغير ملامح وشها فجأة وبتسأله الحقيقة ولا التحدي. ولما بيقول لها التحدي بتطلب منه يطلع فوق الترابيزة ويرقص. واول ما بيوافق ملامح وشها بترجع تاني لطبعتها. والناس بتبدأ تتاريق عليه فبيرفض يكمل التحدي. وفجأة ملامح وشه بتتغير هو كمان وبيرمي نفسه من فوق الترابيزة وبيقع على دماغه بيموت. وبعدها اوليفيا بتبقى مع بايا اصحابها وبتحكي لهم عن اللي حصل الصبح في المكتبة. واخلال ما هي بتحاول تفاهمهم ان اللعبة هي السبب في اللي بيحصل. بتجيلهم رسائل بفيديو حد صوره الروني صاحبهم وهو بيموت. ومن هنا اوليفيا بتتاكد ان كلام توم كان صح لما قالها ان اللي يختار التحدي لازم يكمله للاخر وإلا هيموت. ولوكاس بيظن انها بتخترع قصة اللعبة دي علشان تدري على صاحبتها كالعادة. وبعدها بيخرج للشارع وبيسمع صوت حد بيقوله الحقيقة ولا التحدي. وبيشوفها مكتوبة على الحيطة وبيفكر ان اصحابه بيعملوا في مقلب. ولكنه بيحس بوجع جامد في دراعه وبيلاقي ان الكلمة تكتبت على ايده بالعافية. وبيرن على اوليفيا وبيقول لها انه مصدقها وان اللعبة طلعت حقيقة. ولما بتسأله عمل ايه بيقول لها انه معجب بيها من اول مرة شافها فيها. وانه كل يوم بيتمنى يصحى من النوم يلاقيها هي اللي في حياته مش ماركي. وبيتضح من كلامه انه اختار يقول الحقيقة. في الوقت ده اوليفيا بتبقى شايفة انهم لازم يتجمعوا ويفكروا سوا. وفعلا بيتجمعوا كلهم وبيصدقوها الا ماركي هي الوحيدة اللي مش بتصدق. لحد ما بتجيلها رسالة من شخص مجهول مكتوب فيها الحقيقة ولا التحدي. ولما بترد عليها بانها اختارت التحدي. بيطلب منها تنفذ وعدها لاليفيا وتكسر ايدها زي ما قالت في المكتبة. واليفيا علشان بتحبها بتجيب شاكوش علشان تنفذ التحدي. ولكن ماركي بتبقى خايفة جدا ومترددة. واليفيا بتستفزها وبتقول لها تضرب وما تبقاش جابانة زي ابوها. وفعلا ماركي بتضربها بالشاكوش وبتكسر ايدها. والكل بيترعب من اللي حصل وكل واحد منهم بيهرب. الا لوكاس وبراد هم اللي بياخدوها للمستشفى. وهناك براد بيسمع صوت جاي من بعيد بيقول الحقيقة ولا التحدي. وبيختار الحقيقة. وبيتفاجئ بابوه موجود في المستشفى. واللعبة بتخليه يواجه بحقيقة انه كان السبب في موت امه. ولما بيخرج بيحكي لهم اللي حصل وبيعرفوا ان الدور كده على تايسون. وبراد بيبعث له رسالة علشان يحذروا فيها لكنه مش بيعتم. وبيطلعوا يجروا عليه علشان يلحقوه. وبيعرفوا من صوفيا حبيبته انه في انترفيوه. ولكن بيبقى دوره خلاص جهه والمديرة بتسأله الحقيقة ولا التحدي. ولما بيهرب من السؤال ومش بيجاوب بتتغير ملامح وشه فجأة. وبيمسك الالم بتاعه وبيحطه في عينه وبيغبط دماغه في الحيطة. واصحابه بيشوفوا الدم خارج من تحت الباب وبيعرفوا ان تايسون فشل في اللعبة. وبعدها بياخدوا صوفيا للبيت علشان ما تبقاش لوحدها بعد موت تايسون حبيبها. وبيصيبها ترتاح فوق ضدها شوية وبينزلوا علشان يبحثوا عن توم اللي دخلهم اللعبة. وده على امل انهم يعرفوا منه ازاي يخرجوا من اللعبة دي. واسناء البحثة بيعرفوا يوصلوا لحساب البنت اللي ظهرت في اول الفيلم وهي في البنزينة. وفي الوقت ده بتكون صوفيا واقفة قدام المراية بتغسل وشها. ولكنها بتتفاجئ انها مش لوحدها. واصحابها بيعرفوا من الصور اللي على الاكون تبتاع جوين ان توم يبقى صاحبها. ومارك بتبعت لها رسالة علشان يقابلوها ويفهموا منها ازاي يلاقوا توم. وبعدها مارك بتبقى خارجة برة وبتتفاجئ بصوفيا واقفة على سطح البيت. وشكلها كده عايزة ترمي نفسها من فوق السطح. ولما بيسألوها ايه اللي طلعها فوق كده بتقول انها حاولت تختار الحقيقة ولكن اللعبة اجبرتها تختار التحدي. وبالرغم من انها كانت هتوع اكتر من مرة بسبب انها شربة ومش متزنة الا انهم بيحاولوا على قد ما يقدروا يساعدوها تخلص التحدي. ووليفيا بتلاحز وجود سرحة دي تحت صوفيا. فبتجيب العربية وبتخبطه اكتر من مرة علشان تتفادى واقعها عليه. وماركي بتجيب مرتبة وبتحطها على العربية في اخر لحظة وبتقدر تنقذها. وبعد ما بيتطمنوا عليها بتجيلهم رسالة من جوين بانها عايزة قابلهم. ولما بيروحوا علشان يقابلوها بيعرفوا منها ان توم دخلهم اللعبة. علشان كان مطلوب منه وتحدي يجيب ناس جديدة. وان اللعبة عبارة عن حقيقتين وتحدي. يعني مش هما اللي بيكرروا يلعبوا الحقيقة ولا التحدي. وكل ما شخصين بيختاروا الحقيقة الشخص التالت بيبقى مكبر يقبل التحدي. زي ما حصل مع صاحبتهم صوفيا. وبيفهموا من كلامها ان حتى بعد دخول اشخاص جديدة للعبة برضو بيتطلب منها تكمل لعبة للاخر. ومن هنا بتفهم اوليفيا هي ليه وفقت تقابلهم. وبتسألها ازاي هي عارفت اسمها مع ان اوليفيا ما قالتش اسمها في الرسالة. وبتستنتج ان جوين كده بتلعب الحقيقة. ولكن جوين بتفاجئهم وبتطلع مسدس وبتوجهه على اوليفيا. وبتعتذر انها اخترت التحدي. وبسرعة صوفيا بتقف قدام اوليفيا وبتاخد الرصاصة بدلها. ولوكاس وبراد بيمسكوها على الارض ولكن ملامح وشها بتتغير فجأة وبتضرب نفسها بالنار. واليفيا بتقول لهم ان جوين ماتت لانها ما نفزتش التحدي وما كانش المفروض تقتل صوفيا بدلها. وبعد شوية بيرجعوا للبيت علشان يبحثوا عن الكنيسة او اي حاجة تساعدهم يخرجوا من اللعبة دي. وفعلا بيلقوا خبر عن مدبحة حصلت من فترة كبيرة في الكنيسة اللي كانوا فيها. وبيعرفوا ان الوحيدة اللي ناجت من المدبحة دي سكنة على بعد ثلاث ساعات منهم. وفي الوقت ده بيكرروا يسيبوا ماركي ويروحوا للست دي علشان يعرفوا منها اي معلومة تفيدهم. ولكن بيبقى دور جهة على ماركي وبتشوف الفيديو بتاع ابوها. واللي بيكون ملامح وشه متغيرة هو كمان. وبيطلب منها تجيب المسدس اللي خلص بيه على نفسه علشان هتحتاجه قريب. وفي طريقهم لوكاس بيطلب منها تعترف لماركي بالسر اللي مخبية عليها. ولكن قوليفيا بترفض لانها لو فكرت تعمل كده هيبقى بتحكم على ماركي بالموت. وبعد شوية بيوصلوا لبيت الست اللي شافوها في الاخبار. وبتقابلهم بنت صغيرة وبتقول لهم ان الست دي تبقى جدتها. وبتعرفهم انها مش هتقدر تتكلم معهم. وده لانها ما تكلمتش مع اي حد من خمسين سنة. ولكن بتصمم تقابلها وبتديها صورة لاصحابها. وبتعرفها ان نص اصحابها ماتوا بسبب حاجة مريبة بتحصل في الكنيسة اللي جدتها كانت بتشتغل فيها. وشوية والبنت بتقول لهم ان جدتها وفقت تقابلهم. ولما بيدخلوا عليها بتدي لهم ورقة مكتوبة فيها كلام. ولما بتقرأ الورقة بتفهم من الست دي كانت موجودة في الكنيسة وهي عندها تسعتاشر سنة. وانها كانت زي اي طفلة بتلعب مع اصحابها استغمية. ولكن الاسيس اكبرهم يلعبوا استغمية بس بقوانينه الخاصة. وهي انهم يستخبوا كلهم والاسيس بيبدأ يدور عليهم. والبنت اللي كان يعرف مكانها ويمسكها بيستغل انشغال البقيين في اللعبة وبيعتدي عليها. لحد ما بنت فيهم قررت تنتقم من الاسيس. وتعلم التقوش شيطانية تقدر تستحضر بها شيطان معين. والمشكلة ان الشيطان ده بيستحوز على اللعبة والاشخاص اللي فيها. وتاني يوم الاسيس بيكمل لعبة مع البنات. ولكن من سوق حظه البنت اللي بيمسكها بتبقى ممسوسة من الشيطان. وبيفضلوا اسبوع كامل يدوروا على جثة الاسيس ومحدش بيلاقيها من بشعة الطريقة اللي اتقتل بيها. وبكده بتفهم اوليفيا ان الطريقة الوحيدة للتخلص من الشيطان هتبقى عن طريقة قسل تعويزة بتتقال سبع مرات. وان الشخص اللي كسر الفخار هو اللي هيقول التعويزة. وانه لازم بعد ما يقولها هيقطع لسانه ويحطه داخل الفخار كنوع من انواع الكربان. وبكده هيقدروا يحبسوا الشيطان جوه الفخار من تاني. وفجأة بتفتكر اوليفيا انها شافت الفخار ده وهم في الكنيسة. ولما حركته من مكانه خرج منه ريحة وحشة جدا. فبتفتح الست بقها ولما بيشوفوا لسانها معطوع بيفهموا ان هي اللي قدمت القربان قبل كده علشان تحبس الشيطان. وبعدها بيمشوا بصرعة بالعربية علشان يلحقوا براد. وده لان التعويزة مكتوبة بالازباني وبراد هو الوحيد اللي هيعرف يترجمها. واول ما بيوصلوا البيت عنده وبيترجم لهم التعويزة ابوه بيندع عليه وبيبقى عاوزه علشان يفهم منه ايه اللي بيحصل لاصحابه. ولكن براد بيسمع صوت جاي من جهاز اللاسلكي بتاع ابوه. وبيخيروا الحقيقة ولا التحدي. وفي الوقت ده ماركي بتتصل بيهم وبتعرف اوليفيا انها خلصت الاختبار بتاعها. ولما اوليفيا بتعرف ان اختبار ماركي ولوكاس الاخير كان حقيقة فبتتوقع ان الاختبار اللي جاي هيبقى تحدي لبراد. وفعلا براد بيكبر على التحدي. واللي بيبقى عبارة عن انه ياخد السلاح من ابوه ويهدده لحد ما ابو يتوسل اليه علشان يسيبه يعيش. واصحابه بيشوفوه من الشباك وبيتحركوا بصرع علشان يلحقوه. لانهم فاهمين ان براد دلوقتي بينفز تحدي بس ما حدش هيفهم ده غيرهم. وفاجأة براد بينضرب بالنار من زابة زميل ابوه. وده لانه شايفه من ظهره وفكره واحد غريب بيهدد زميله بالمسدس. ووليفيا ولوكاس بيبقوا مصدومين من اللي حصل. وبعدها ماركي بتروح لهم اسم الشرطة علشان تطمن عليهم. وفاجأة ملامح لوكاس بتتغير وبيسأل الحقيقة ولا التحدي? ووليفيا علشان بتبقى خايفة عليهم بتختار التحدي. وده علشان تسمح لاصحابها انهم يعرفوا يختاروا الحقيقة. ولوكاس بيها تحدها تقول لماركي السر اللي هي مخبية عليها. وفعلا بتحكي الماركي انها من فترة تخنقت مع اهلها وسبت لهم البيت. وراحت عندها علشان تبات معها ولكن ماركي ما كانتش موجودة في البيت وقتها. وان ابو ماركي هو اللي قابلها ودخلها تعود معاه. وانه كان باين عليه الحزن لانهم طردوا من الشغل بسبب انه بيشرب خمرة اثناء موعيد العمل. ولما اوليفيا تعطفت معاه وقربت منه علشان توسيه ابو ماركي ما كانش في وعيه من كتر الشرب وفهمها غلط. وحاول يتقرب منها ويتعدى حدوده معاها. ولكنها صدته وبعدته عنها. وهددته بانها هتقول لماركي على كل حاجة. وبسبب غضبها منه قالت له ان ماركي هتعيش حياة افضل لو هو مش موجود في حياتها. ولكنها ما كانتش تعرف انه هيسمع كلامها حرفيا وهيموت نفسه. وبتقول انها حاسة بالزنب من يومها ومش قادرة تواجه ماركي بالحقيقة. وبكده طبعا بتكون مسحة النقطة الاخيرة في رصدها عند ماركي. وده لانها جيت على ماركي اكتر من مرة من غير ما تشعر. مرة عن طريق حبيبها ومرة عن طريق ابوها اللي هو اقرب الناس لها. وماركي بتقوم وهي منهرة من العياط وبتسيبها علشان تمشي. والمحقق بيطلب من قليبيا تجهز علشان التحقيق. وبيعرض عليها صورة من الشات اللي كان بينها وبين جوين قبل ما تموت. وبيقول انها لازم تشرح له اللي بيحصل معاهم وايه قصة اللعبة دي علشان يعرف يساعدهم. واليفيا بتعرف منه ان توم اللي دخلهم اللعبة لسه عايش. وان الشرطة حطاها تحت الاقامة الجبرية. وده هيفكرها بكلام جوين لما قالت ان توم هو اللي قسر الفخار وهما بيلعبوا في الكنيسة. ومن هنا بتيجي لاليفيا فكرة. وهي انها تشغل المحقق باي حاجة علشان تعرف تصور بيانات وعنوانتهم. وده لانهم حاولوا يوصلوا ليه قبل كده عن طريق جوين ولكنها ماتت قبل ما يعرفوا مكانه. وبتقلف اي حاجة علشان تعرف تخرج وتروح له. وفي الوقت ده ماركي بتكون وصلت للبيت. وطلعت صندوق فيه صور لها مع ابوها. وكمان بتلاقي المسدس بتاع ابوها اللي موت به نفسه موجود في الصندوق. واليفيا لما بتوصل البيت بتدور عليها ولكن مش بتلاقيها. ولما بتحاول تشوفها في القوضة بتلاحز ان الباب مقفول من جوه. وماركي مش بترد عليها. فبتكسر الباب وبتتفاجئ انها قاعدة على السرير ومسكة المسدس علشان تموت نفسها. واليفيا بتحاول تهديها وبتطمنها بانهم خلاص عرفوا عنوانتهم. وبعدها بشوية بيتحركوا هم التلاتة على العنوان. ولما بيكلموه من ورا الباب مش بيرضى يفتح لهم. ولكن لوكاس بيكسر الباب وبيهددوا انهم هيقتلوا لو ما جاش معهم للكنيسة. ولما بيحس انهم بيتكلموا جد وممكن فعلا يقتلوه بيوفق يروح معهم. وفي طريقهم للكنيسة اوليفيا بتعرفوا انه لازم يعمل تقوس معينة علشان يسيطروا على الشيطان. وانه لازم يعملها بنفسه لانه هو اللي بدأ اللعبة وهو اللي لازم ينهيها. اوليفيا بتدي له الورقة بتاعت التعويزة علشان يقرأها سبع مرات. واول ما توم بيقرأ منها الكنيسة بتتهز وبتبدأ تنهار. وفجأة ملامح وشه بتتغير وبيسأل لوكاس لانه هو اللي عليك دور. ولوكاس بيضحي بنفسه وبيختار التحدي علشان ينقذ البنات. وبيحاول يبعد عنهم لان التحدي بتاعه انه يختار واحدة منهم ويموتها. ولكنه بيرفض ينفذ التحدي وعلشان كده بتتغير ملامح وشه. وبيرجع علشان يقتل توم قبل ما يكمل التقوس. ولكن ماركي بتوقفه في اخر اللحظة وبتقول لتوم يسمع كلام ويقطع لسانه لو عاوز يعيش. وبما ان لوكاس اقوى من البنات بيقدر يقومهم وبيوصل لتوم وبيطعنوا. وبيمسك السكينة وبيتبح نفسه. وده لانه رفض يكمل التحدي. وبكده ما بقاش حد فضل في اللعبة غير البنات بس. وبتشوف لوكاس بيسألها الحقيقة ولا التحدي? واليفيا بتطلب منها تاصق فيها وتختار التحدي. وبالفعل ماركي بتسمع كلامها. ولكن لما بتعرف انها لازم تموت علشان تكسب التحدي بترفض تنفزه. وبتلاقي ان التحدي انها تضرب صاحبتها بالنار. وفعلا بتعمل كده بس بتضربها بالنار في دراحها وبتفوق تاني. وقبل ما تدور يجي على بتشاغل دمخها. وبتسأل الشيطان الحقيقة ولا التحدي? وبتقول بما انه بيسألهم في اللعبة يبقى بكده هو مشترك معهم فيها وان ده دوره علشان يجاوب. والشيطان بيتكلم على لسان ماركي وبيختار الحقيقة. واليفيا بتستغل الفرصة علشان تعرف منه يطلعوا من اللعبة دي ازاي? والشيطان بيضحك على سؤالها وبيقول ان كان املهم الوحيد علشان اللعبة تنتهي. وبما انه مات ما فيش قدامها غير انها تدخل ناس جديدة تلعب معهم. وطبعا الشيطان بيقول لها كده لانه متأكد ان اوليفيا عمرها ما هتضحي بحياة الناس مقابل انها تعيش. وده زي ما هي قالت في اول الفيلم. ومن هنا بتتغير كل الاخلاق والمبادئ. وبنشوف اوليفيا وهي بتطلع تليفونها وبتفتح لايف. وبتحكي كل اللي حصلها هي واصحابها. وبتطلب من المتابعين بتاعها يقولوا وراها الحقيقة ولا التحدي. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تقوله في التعليقات لو فجأة لقيت نفسك في اللعبة دي. هتقبل تورط حد تاني مكانك علشان تعيش ولا لأ. وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم. ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة. وسلام. اشتركوا في القناة.